والت والسلام على سيدنا رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا علما انا اخوكم محمد ياسر النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا في سلسلة البيوفيزيكس النهاردة هتكون اول محاضرة طبعا ده بناء على طلب كتير من الاخوة المتابعين الانترو مش هتكون طويلة قوي ان احنا مش عايزين نطول في الانترو لان انا بفضل حطيت السلسلة اللي هنمشي عليه ان شاء الله في الفترة الجاية واتمنى لو حد من المتابعين اللي بيتابعوني سواء كان طب او طب بطريق او علوم تخصص بايوفيزيكس خصوصا علوم المنصورة وعلوم القاهرة يبعتوني المنهج بتاع البايوفيزيكس عشان انا محتاج ان انا احضر منه وبعد كده اشرح وعملكم سيمبليفاي كده اللي انتو بتدرسوها ويا ريت يعني ارجو الاهتمام بالنقطة دي جدا لان انا محتار ومش عارف اوصل للمناهج بتاعت البايوفيزيكس بتاعت الجماعات في مصر نبدأ كده على بركة الله ونقول بسم الله المحاضرة دي او الانترودكشن دي مهمة جدا علشان بس نفهم يا جماعة البايوفيزيكس ده علم حديث علم وليد التزاوج ما بين الفيزيكس والماثيماتيكس والكيميستري والبيوكميستري والفيزيكس زي ما هنشوف دلوقتي البيوفيزيكس هو علم متداخل بيحاول ان هو يعالج مشاكل البيولوجي والطب عن طريق الفيزيكال كونسيبتس او عن طريق فهمنا لأساسيات علم الفيزياء تمام وبالتالي فهو علم متداخل العلم المتداخل ده ده بيحط في البوتقة وزي ما احنا قلنا كده علم الفيزياء علم الكيميا وعلم البيولوجي وطبعا فيه برانشز تاني زي مثلا بايوفيوماتيكس زي الماتيريال ساينس زي النانو بايولوجي زي البيو انجينيرينج كل دي علوم بتتداخل تحت البيوفيزيكس امبريلا خلاص زي ما هنشوف كده ان شاء الله قدام اذا ربنا حيانا وربنا قدرني اني انا ابسط لكم المفاهيم بطريقة explore العلم البايوفيزيكس هتلاقيه داخل وراشئ في كل حاجة علم البيوفيزيكس بيشتغل مع الفيسيولوجي علم البيوفيزيكس بيشتغل مع الأناتومي أو التشريح علم البيوفيزيكس بيشتغل مع الاميونولوجي علم البيوفيزيكس بيشتغل مع الامجينج أو التصوير الطبي علم البيوفيزيكس هو أساساً نيوكلير ميديسين علم البيوفيزيكس هو أساساً ريديو سيربي أو العلاج الإشعاعي كل دي تطبيقات لعلم البيوفيزيكس ندخل كده في historical background سريعة كده الhistorical background بتقولك اني على الرغم من اني كان فيه دراسات scattered عبر التاريخ تبع البيوفيزيكس الا اني البيوفيزيكس كدسيبلين او كساينس او كبرانشوف ساينس يدوبك من ستين لمائة سنة لورى علم حديث جدا اول مرة يتم اصطلاح مصطلح البيوفيزيكس كانت سنة 1892 على ايد عالم الرياضيات كارل بيرسون في الكتاب بتاعه الاسمه grammar of science وقال ساعتها there is a need for a new scientific discipline لازم ان احنا نحط discipline جديد من ساينس اسمه البيوفيزيكس لكن علم البيوفيزيكس العلماء والمؤرخين يعني في العلم بيقولوا اني اللي اسسه يعتبر ايروين شرودينجر العالم طبعا العظيم الفيزيائي العظيم شرودينجر كلنا عارفين شرودينجر طبعا ما معادلات شرودينجر اللي حيارتنا في ميكانيكا كام فسنة 1943 طبعا هو فاس بجهزة نوبل في الفيزياء سنة 1933 عشان شغله في quantum mechanics سنة 1943 ابتدى ان هو يتوجه لعلم البيولوجي ابتدى علم البيولوجي يجذبه جدا وابتدى ان هو يفكر طب ليه ما نحاولش ان احنا نحل المشاكل بتاعت علم البيولوجي اه عن طريق الايه عن طريق البيوفيزيكس سوري عن طريق الفيزيكس تمام بس في حقيقة الامر اه كتير من مراجع البيوفيزيكس هتلاقيها كده في مستهل المرجع بيقولك لا ده البيوفيزيكس طبعا ديفينشي احنا عارفين ان هو رسام بس يا جماعة جديدة عليكم ان ليوناردو ديفينشي اصلا دوت كان بوليماس زي ما بيقول عليه او عالم متعدد الاهتمامات في العلم كان مهتم جدا بعلم الطب اه وهو يعتبر اول واحد درس او حط اساسيات علم البيوفيزيكس عن طريق درسته للاناتوميكال ان بايو ميكانيكال استوديز اوف هومان سكيلتون حاول ان هو يدرس الميكانيكا بتاعت الجهاز الهيكلي بتاع جسم الانسان وكمان البايو ميكانيكال بتاعت ضغط الدم او ضربات القلب ازاي بيضخ الدم عبر الاوعية الدموية ده طبعا كان في القرن الستاشر زي ما احنا شايفين كده ده ده جرام ليوناردو ديفينشي هو اللي حطه للاوعية الدموية الرئيسية ولتخطيط للقلب شايفينها دقة ويعني حاجة بمنتهى الجمال نرجع تاني للشوردينجر شوردينجر انا قلتلكم ان هو كان سنة 1943 ابتدا ان هو يتوجه لعلم البيولوجي وابتدا ان هو يحاول يفسر البيولوجي او التوبيكس بتاعت البيولوجي عن طريق الماسيماتيكس والفيزيكس وابتدا ان هو يدي محاضرات كان عنوان المحاضرات بتاعته what is life على فكرة what is life اتعاملت بعد كده كتاب والكتاب ده معايا لو حد عايزه يكتبلي في الكومنتات وانا ابعته له كتاب رائع جدا 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 وكل الهايبوسيسز والارهاصات اللي هو حطها في الكتاب ثبت ان هي صح ودقيقة جدا والمعالجات الرياضية بتاعته كانت صحيحة بعد كده المحاضرات بتاعته اللي كانت تحت عنوان what is life لاقت صدى كبير لدرجة ان الهول او القاعة بتاعت الحضور ما كانتش بتسع فكان الطلبة بتتقسم على يومين يوم الحد ويوم الاتنين ويوم الجمعة علشان يعرفوا ان هما يسمعوا المحاضرة بعدها بسنوات قليلة مدرسة الطب في كينجز كوليج ان لندن عملت البيوفيزيكس ريسيرش يونيت اوف كينجز كوليج وده بقى كانت نقطة التحول في العلم جزرية تمام زي ما هنشوف دلوقتي ليه؟ لاني اتنين من اعظم علماء البيوفيزيكس في العصر الحديث ريزالين فرانكلين ودكتور موريس ويلكنز هما كانوا من ضمن اول جروب اتخدوا على اساس ان هما يأكت از بايوفيزيست في اليونيت ديت طبعا العلمة العظيمة المقربة جدا الى قلبي دكتور ريزالين فرانكلين واده دكتور موريس وقدامه الموديل بتاع الديين ايه زي ما احنا شايفين طبعا دراساتهم كانت على اساس ما كانش لسه طبعا نتعرف بتاع دين ايه وشكله عامل ازاي فكانت دراساتهم منصبة على ان هما يستعملوا الـ X-ray diffraction technique علشان to investigate the structure of DNA تمام بعد كده الـ particle physicist فرانسيس كريك طبعا عارفينه فاتسونو كريك اكيد كلنا عارفينه كريك من جامعة كامبرج inspired برضو علشان ان هو يحب البيولوجي وقال طب ما ليه ما توجهش البيوفيزيكس وعمل تيم هو والبيولوجيست المعروف جيمس واتسون وقدروا سنة 1953 ان هما يحطوا الموديل اللي عمل ثورة علمية تعتبر من اكبر الانجازات العلمية في العصر الحديث هو الـ DNA موديل بتاع واتسونو كريك طبعا ده كان بناء على ايه بناء على دراسات دكتورة روزيين فرانكلين والموضوع ده موجود فيه كلام كتير ان دكتورة روزيين فرانكلين للأسف هي اللي توصلت قبلهم وهي اللي حطت الموديل الصحيح قبلهم وعن طريق وعن طريق الصورة رقم 51 بتاعتها بتاعت الـ DNA XRD بتاعت الـ DNA اتصربت من المعمل اللي هي كان شغالة فيه عن طريق مشرفها وللأسف صربها لواتسونو كريك وقدروا ان هم يوصلوا للموديل والبريديكشن بتاعهم ثبت ان هو صحيح على تعب اعتمادا على تعب ومجهود ابحاث دكتورة زين فرانكلين يعني علشان تبقوا فاهمين دكتورة زين فرانكلين هي ام اكتشاف الـ DNA سنة 1957 الـ بايو فيزيكا سوسايتي اللي أنا الحمد لله عوضوا فيها وعدد كبير من الزملاء اعضاء فيها اتأسست سنة 1957 وديت من اكبر السوسايتيز العلمية الموجودة على مستوى العالم بحلول سنة 1980 ابتدت الجامعات تنتبه لعلم البيو فيزيكس و حاليا دلوقتي وصل تقريبا ستين كلية على مستوى العالم بتدرس علم البيو فيزيكس علم البيو فيزيكس is very broad science علم واسع قوي علم زي ما قلنا هو علم interdiscipline علم متداخل بيتداخل فيه انواع من العلوم كتيرة جدا جدا زي اهتماماته كتير جدا زي مثلا ان انت تدرس DNA موليكيلز انك انت تعرف تعمل determination تعرف العوامل المؤسرة على ان البروتين ياخد الشكل الفراغي بتاعه سلسل الابعاد في الفراغ اعتمادا على تأثره بالبونز الموجودة او الروابط الموجودة ما بين الزرات والمجموعات الموجودة في البروتين ان بعض بيشتغلوا على انهم يعملوا الالجوريزم وخوارزميات جديدة عن طريق الكمبيوتر علشان يشوفوا او يحسنوا من جودة التصوير سواء كان تصوير مقطعي او انواع مختلفة من التصوير كمان العلم البيوفيزيكس بيحاول ان هو يفسر ازاي الاطراف في الكائنات الحية بتتحرك ازاي الميكانيكية بتاعته جوا الجسم وكتير من القياسات اللي هنشوفها ان شاء الله بعد كده لو ربنا احيانا ازاي مثلا ضغط الدم ازاي الحاجات دي بتتقاس اه بتتعرف طبعا قسم او برانش مهم جدا من العلم البيوفيزيكس هو الامبارمينتل البيوفيزيكس ديت مهمة جدا الاشاعات النووية الاشاعات ديت بتؤثر ازاي على الكائنات الحية ده فرع مهم جدا وفيه كتير من الزملاء ما شاء الله في مصر واغدين الشهادة بتاعت مسؤولين وقايا اشاعية البيوفيزيكال توبيكس ممكن ندرجها تحت six categories زي مثلا molecular and cellular biophysics انت بتدرس فيها الجزيئات والخلايا والخلايا وما دون الخلايا البيئة بتاعت molecular biology دي تفسيراتها البيوفيزيئية عاملة ازاي مجال شايق جدا 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 ورائع جدا الفيزيولوجي and anatomical biophysics طبعا اسمه بتتعامل مع الاناتومي بقى علم الاناتومي وعلم الفيزيولوجي environmental biophysics زي ما قلتلكم general biophysical techniques التكنيكس اللي احنا بنستعملها اي باحث من باحثي الماجستير ودكتوراه بيستعمل تكنيكس معينة زي مثلا الحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله لو ربنا احيانا برضو هنتطرق دي تكنيكس بنقول عليها characterization techniques عشان ندرس الخصائص الشكلية والكيميائية التركبية بتاعت المواد بتاعتنا اللي احنا بنستعملها لو انت مثلا بتعمل drug design لو انت بتعمل مواد نانوية لو انت بتعمل حاجات زي كده دي بتساعدك في البحث بتاعك انك انت بتعمل characterization للمواديات imaging biophysics طبعا زي ما قلتلكم بعض زماننا شغالين في التصوير المقطعي طبعا زي اخويا العزيز دكتور اسلام كمال في مصر دكتور احمد مرتضى زملاء العزاء دولة من اشتر الناس البيوفيزيائيين في تخصص imaging biophysics وطبعا medical biophysics اللي انا اشتغلت فيها فترة من الفرطارات في تخصص ال radio therapy لفترة وصلت لثلاث سنين طبعا medical biophysics زي بقى radio therapy و nuclear medicine علاج مرضى السرطان تخصص رائع جدا 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 بعض التطبقات اللي بنعيشها من انجازات الفيزياء الحيوية اول حاجة وصفة عملية DNA replication دي اتوصفت يا جماعة عن طريق البيوفيزيسيست عن طريق علماء البيوفيزيكس هم اللي عرفوا ازاي بيحصل تناسخ البيوفيزيكس ازاي بتحصل عملية central dogma تفسير central dogma of DNA replication ازاي DNA دوت بيتحول لبروتين عن طريق ان هو الاول بيتفك وبيتحول يتنسخ لRNA وبعد كده RNA دوت بيترانسليت انتو بروتين الكلام ده ان شاء الله هشرحو لكم بالتفصيل بإذن الله معالجة وتصميم وزراعة اجهزة تنظيم ضربات القلب لعلاج فشل عضلة القلب ده اتعامل عن طريق البيوفيزيس يا جماعة الرسم القلب الكهرابي ووصف المعلومات اللي بنستنتجها منه ده اتعامل عن طريق البيوفيزيس يا جماعة الكمبيوتر موديلينج ده تخصص رائع جدا بنقول عليه ابحاث الانسيليكو ابحاث الانسيليكو جاية من السيليكون يعني احنا عارفين احنا الابحاث عندنا بيبقى فيه ابحاث اللي هي خاصة بالبيو قصد عندنا ده بتعمل مثلا انت عن طريق المحاكمة مثلا بالفلويدز او بالسيلز خارج جسم الكائن الحي وعندنا ده بيبقى داخل زي مثلا على الحيوانات على الارود على الاحصنة او على الانسان نفسه وكمان عندنا بقى الانسيليكو الانسيليكو ده زي مثلا وعلم الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة يعني مثلا احنا دلوقتي كل شوية بنسمع عن سترين جديدة بتطلع من الكورونا فيروس ازاي العلماء بيقدروا انه هما مثلا يبريدكتوا بس بس هيعمل مثلا انا لو انا عندي مثلا فيروس كورونا عايز اقرب لكم الصورة انا مثلا عندي فيروس كورونا فيروس كورونا مثلا ده عليه بروتينات شوكية البروتينات الشوكية دي ييجي مثلا الخلية اللي موجودة على الرئة اللي اسمها الاس ديت الاس سيل دي عليها ريسبتور معين الريسبتور معين ييجي معا دي يعمله اتاتشمنت وبعد كده ده يسهل دخول الفيروس من جوة ويبتدي هيجاك او يضحك على الخلية ويبتدي ويبتدي يعمل تمام العملية دي كلها بتعمل لها بتعمل لها بريديكشن بالكمبيوتر موديلينج تمام عشان تعرفون تقد ايه اه التخصص عظيم جدا تخصص عظيم جدا وغير محصورين بس في العلاج الاشهاعي والنيكلير ميديسن طبعا النيورو ساينس علم الاعصاب والتخصص دوت يعني ما اعرفش انا دنيته في مصر بس برة فيه كتير من البيوفيزيسس بيشتغلوا فيه علم الاعصاب ازاي ان انا اقدر اوصل اه لدراك ديزاين معين مثلا يحسن من حياة مريض الالزهايمر يحسن من حياة مريض البركنسون ديزيز الامراض العصبية بتاعت اللي بنقول عليها النيورو ديجينيراتف ديزيز الحاجات دي هوت اريا افرسيرش يا جماعة بر الاميجينج و الريديو سيربي طبعا ده معروف يعني ايه ده اكترية البايوفيزيئين يعني نقول مثلا 99% من الفيزيئيين البايوفيزيئيين في مصر بيشتغلوا فيه النوعين دولة من علم البايوفيزيكس التصوير الطبي والعلاج الاشياء ان شاء الله ممكن ادي محاضرة بس اكاديمية كده سريعة لان انا طبعا الفنيات انا مش قوي فيها بس ان شاء الله وتبقى محاضرة اكاديمية كده عن ده وعن دوت سريعا يعني وطبعا البايو انجينيرينج والنانو تكنولوجي والنانو بايولوجي والبايوماتيريالز ده مجال واعد جدا 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 يا جماعة الصيادلة وطباء الاسنان بيحسدوكم عليه ولو حد من الزملاء اللي بيتابعني طبيب اسنان او صيدالي يدخل يأكد على كلامي انا كذا مؤتمر احضره الاقي زميل مثلا طب اسنان جاي يدرس عشان عايز يوصل لنانو فورم لتركيبة حشو مثلا درس ده الرسالة بتاعته في كده يا جماعة فبيجي يدرس العلم عشان عايز يعمل حاجة بنيجي مسلا صيدالي عايز يعمل مش عارف ايه عايز يدرس علم النانو فييجي يدرس الحاجات دي انا شفتها في مؤتمرات يعني اما بنيجي مسلا ناخد كده واتعرف على الناس والله انا تخصصي طب اسنان انا حابب اعمل درسات رؤولية بتاعتي في كذا في كذا ومش عارف ايه واحد تاني كان صيدالي وقال لي ان هو حابب يعمل دراج ديزاين للكانسر ومش عارف ايه وكلام ده فالبايو انجينيرين والنانو تكنولوجي والبايو ماتيريالز احد برضو اهم البرانشيز اف علم البايو فيزكس علم البايو فيزكس اجابت وبتجيب عن كتير من الاسئلة how do muscles contract ازاي العضلات في جسمك بيحصل لها contraction ازاي عضلاتك بتنقبض وتنبسط ان شاء الله ربنا يقدرني وعرف اشرح لكم التوبك ده how do nerves send signals to the brain ازاي السيجنل العصبية بتتبعت للمخ تمام how do we see and hear ازاي بنسمع ازاي بتشوف ده جماعة شغل بايو فيزكس البيو فيزيقين هم اللي فسروا ميكانيكية السمع والابصار how do we taste and smell chemicals ازاي بنشم ازاي بنتزوق الحاجات ديها جماعة برضو البايو فيزيقين هم اللي بيفسروها اه يمكن احدث حاجة بس لسه يعني ما ما تعمقتش فيها قوي قريت بحس كده اني اصلا احنا بنشم عن طريق quantum mechanics فانت بتغير quantum mechanics دخلت حتى في عملية الشم how do plant cells use light to convert carbon dioxide and water to nutrients ازاي الخلايا تاعت النبات و دي هنشرح ان شاء الله في المحاضرة القادمة مش هدخل في ازاي النبات بيحول الضوء بتاع الشمس لطاقة as بايو كيمستري لا احنا هندخل لكده لمحة سريعة عنها from بايو فيزيكال background يعني ازاي النبات ده بيعتمد على الطاقة بتاعت الشمس ان هو يعمل عملية البناء الضوية ازاي حركية البروتوزوة والسبرم زي الحيوانات المنوية الاصوات بتاعتها والفلاجلة دي تفسير الحركية بتاعتها كانت عن طريق علماء الواي فيزيكس how do enzyme recognize their substrates and catalyze their conversion to products ازاي الانزيمات بتعرف السبستريت او الرياكتنت اللي هي هترتبط به عشان تحوله لبروتكت الكلام ده يا جماعة احنا اللي فسرناه وانا عامل اربع محاضرات للانزيمات هحطوهم في قيمة البايو فيزيكس لان انا اعتبر خلصت جزء ده بس خلصتو مسبقا في البيو كيمستري لما كنت بشرح بايو كيمستري سلسلة الانزيمات شرح الانزيمات ده كله علماء البايو فيزيكس والبيو كيمستري هم اللي مفسرين البايوفيزيا بتاعت علم الانزيمات ازاي زي ما قلت لكم البروتين هياخد الشكل السلاسي بتاعه في الفراغ وما ياخد الشكل السلاسي بتاعه في الفراغ طب هو اخده بالشكل ده بناء على ايه بناء على الروابط الموجودة بناء على مش عايز احرق لكم المواضيع اللي جاي بس هاعرفكم بناء على ايه في المحاضرات الجاي ان شاء الله ايه الحاجات اللي بتؤثر على الشكل السلاسي مثلا بتاع الديين ايه او بتاع البروتين في الفراغ ازاي الاسيمبلي او ازاي الترتيب بتاع المونومرز بيأثر على وظيفة البوليمر اللي هو المركب بتاعنا او البروتين بتاعنا او الديين ايه بتاعنا كل ده علم البايوفيزيا بيتطرق ليه وبيجيب عليه اه لحد هنا اه تنتهي محاضرتنا واتمنى يا رب يا رب تكون المحاضرة اه نالة استحسنكم وافادتكم وانتظروني في المحاضرة الجاية ان شاء الله هيكون موضوع شيق جدا 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 ومهم جدا بأمر الله ما تنسوش تبعتولي المناهج لاني محتاج منهج بايوفيزيكس جدا اه من اي كلية في مصر سواء كان الطب علاق طبيعي اه علوم ويستحسن علوم ياريت تكون علوم علشان انا عارف ان مناهج علوم بتكون اه دسمة وكذلك مناهج طب بتكون دسمة برضه اه ولا تنسوني من صالح اه دعائكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر